طيب هنا إيه الفرق بين الأغنية الوطنية والأغنية السياسية؟ هل في فرق فعلا؟ بصي الأغنية الوطنية غير الأنشودة الوطنية غير النشيد الوطني غير النشيد الحماسي كل هذه في الوطنيات حسية وتفعيلية يعني تفعيلية عندما أغني للوطن أكني بغني للحبيبة أكني بغني الأمي أكني بغني الإبني ولذلك الغناء في حياتنا مش شرط هو مخطبط العاطفة ولكن مخطبط الغناء للعامل بيحفزه الغناء للصانع بيحفزه الغناء للمبدع للدكتور للكله فعندما نغني أي نصل إلى مرحلة ما بعد الحياة العادية أي نرقى إلى مستوى الخيال وطالما عندي خيال إذن الفؤاد هو اللي شغال وهو العمال يستقبل كل هذا طيب من هنا بقى الأغنية الوطنية هل المغني اللي بيغني الأغنية الوطنية ده له مواصفات معينة قالب به مواصفاته أن يكون نجما نمرت اتنين أن يصل بحب الناس ليه إلى أنه يوصله ما يريد أن يسمعه سواء كان في حزن أو في انتصار أو في أي وضع من الأوضاع عشان كده أنت وانت في كلامك قلت 67 56 و73 ده بالسياق اللي قلتين اللي أنا عايز أقوله يعني إيه مطرب وصل لي معنى يضمت جراحي في 67 ده ما حصلش لأن الأغنية كانت 67 كاذبة كانت تجذب كان الهزيمة شغالة والأغنية بتقول انتصار ولا همك رئيس من الامريكانة رئيس ده تحفيزي يعني؟ ده كان عمر تحفيزي؟ بطلع لك الفرق في الأغنية الوطنية عندما تكون هزيمة يجب أن تترجم أو تترجم عبد الحليم لما غانى والأهمك رئيس من الامريكانة رئيس فقد ربعه بمهوره وقته لما دارت السنين وطلعنا للإستنزاب ودخلنا للانتصار في 73 كانت الأغنية مطابقة لما حدث من انتصار وأنا على الربابة بغني الله طب دي أغنية بتتقال ده كان بتزع والعساكر بتضرب وتكر شغال والأغنية وأنا على الربابة بغني لدرجة لما رحنا الجبهة أنا وعليا ووردة وبليغ الحفلة بالليل كن بغنوا على لمبة صغيرة لأنك هتلسها ثلاث يومها في القتال فأول ما ضربت الموسيقى ووردة وبتغني بصت تلات العسكر العساكر هم اللي بيقولوا الأغنية ويقفت بصت كده ورحت هي اللي مسقفها فليه الأغنية هنا مع أنها أغنية مش نشيط مع أن فيه أصبح عندي الآنة بندقية خلي الصلاح صاحي أغاني تحفيزية في وقت ما أحارم فالتنوع في الوطنيات له ظروفه وله توقيته والأغنية الوطنية لا تقل شأن على الأغنية العطفية لأن عبد الحليم خلانا رددنا الأغاني الوطنية وبقت اتباع زي الأغنية العطفية إذا ندخل على حياتنا وجود نجومية الأغنية الوطنية لكي أننا نتغنى بيها تعالي بقى مين اللي يقول الأغنية الوطنية زي ما أنا بقول مش أي حد مش أي حد معد منه أنا جايب لك هدية مش حقبالها منه ولكن القيمة عندما تهادي أصبحت أنا في مكان القيمة وأنا أستقبل القيمة من صاحب القيمة فيغنى عبد الحليم ويغنى عبواب ويغنى مكلسومة غنجته فإذا كل الأسماء دي حتى الجيل اللي جيه بعد كده لما غنى متحد صالح وهاني شاكر والحجار ومحمد الحلو وغير وغيره إلى أن وصلنا إلى كل ما نسمع عشر عشر أغنية نطلع منها أغنية زي أحمد جمال زي فلان زي فلان من الأصوات الجديدة ولكن مش حقبال أغنية وطنية لإنسان لا يعي معنى كلمة الوطنية أو مفهومة عنده لا زين عن حيز تفكيره هو مش يصل للناس كل ما نسمعه هو